اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الى رسول الله صلى الله عليه وآله فسألوه ان يحيي لهم موتاهم فوجه معهم علي بن ابي طالب عليه السلام فقال له اذهب الى الجبانة فنادي باسماء هؤلاء الرهض الذين يسألون عنهم باعلى صوتك يا فلان ويا فلان ويا فلان يقول لكم محمد رسول الله صلى الله عليه وآله اللهم صلي على محمد قوموا باذن الله عز وجل فقاموا ينفذون التراب عن رؤوسهم فاقبلت قري تسألهم عن امورهم الى اخر الرواية قرأنا الرواية ولا ادري هل وجدتم فيه شركيات او تعليه للامام علي عليه السلام الرواية صريحة بان احياء الموتى كان باذن من باذن الله عز وجل فاين الشركيات صريح الرواية تقول يقول لكم محمد رسول الله قوموا باذن الله لكن لا ادري لما هذا التلاعب والطامة انه في مسجد وامام مصلين وهكذا يتلاعب ويدلس اخترى جميعهم يعتمد امرهم على الكذب اذا الرواية مفادها ان علي عليه السلام احيى الموتى هل يكون دون اذن الله لا باذن الله فاين الاشكال لا ادري لما قلوبهم تغلي كالمرجل اذا ذكر علي بن ابي طالب عليه السلام نذهب الى ابن تيمية ماذا قال ابن تيمية في هذه المسألة في احياء الموتى في كتاب النبوات صفحة ثلاثمية اربعة وعشرين يقول ابن تيمية والايات التي يبعث الله بها انبياء قد يكون مثلها لانبياء اخر مثل احياء الموتى فقد كان لغير واحد من الانبياء ماذا يقول ايضا وقد يكون احياء الموتى على يد اتباع الانبياء كما قد وقع لطائفة من هذه الامة ومن اتباع عيسى فان هؤلاء يقولون نحن انما احيى الله الموتى على ايدينا لاتباع محمد او المسيح طيب هذا كان ابن تيمية هل سيتهم ابن تيمية بالشرك والتأليه ابن تيمية يقول في هذه الامة من احيى الموتى هل سيشنع عليه الان